30% من تكاليف مشاريع البناء في الجزائر غير متوفرة لدى المقاولين الجزائريين والسبب ارتفاع سعار المواد الأولية من الإسمنت والحديد ومواد أخرى تأثرت بتغيرات وتذبذبات السوق الوطنية وحتى العالمية لسية ملازمة التي شهدها مركب الحجار للحديد والصلب على خلفية توقف فرنه العالي وتوجهي الحكومة إلى الاستراد لتغطية النقص المسجل في السوق خاصة أن مشاريع المخطط الخماسيين طلقت سنة 2014 وتتضمن قوطة هامة من المشاريع السكنية مصادر الشرق نيوز أكدت أن المقاولين باتوا عاجزين عن اتمام جل مشاريعهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة 30% وزاد الأمر تحقيداً بنهيار قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي والذي آثر بشكل كبير على تكاليف المواد المستوردة وهو ما قد يرفع من قيمة العقارات والبنايات السكنية هذه العراقيل قد تحيل مشاريع ضخمة إلى قاعة انتظار من جديد إلى حين توفير الكثلة المالية اللازمة على الرغم من أن الحكومة أرغمت المقاولين على توفير الغلاف المالي اللازم للمشروع كلياً قبل مباشرة أشغال الإنجاز وحيازة الموافقة من قبل وزارة السكن والعمراني والمدينة